اصدر رئيس النظام بشار الاسد قانونا جديدا لتجريم التعذيب في سوريا زاعما ان العقوبات تدرجت في نص القانون وفقا لخطورة العمل الجرمي حيث تصل الى الاعدام اذا نجم عن تعذيب موت انسان او تم الاعتداء عليه بالاختصاب او الفحشاء في اثناء التعذيب في حين تكون العقوبة السجن المؤبد اذا وقع التعذيب على طفلا او شخصا من ذوي الاعاقة او نتجت عنه اي عن التعذيب نتجت عاها دائما طبعا القانون لقى هجوما حادا من السوريين بسبب مقتل اكثر من 14 الف مواطن تحت التعذيب في سجون الاسد في سردية نظام الاسد الطويلة عن الاجرام والتعذيب والابادة ثم تمواضع لا يمكن لبشري تصورها الامر يتعلق بان من احترف التعذيب على مدار اكثر من نصف قرن اصدر قانونا لتجريمه ينص قانون الاسد الجديد على انه يعاقب بالسجن لمدة ثمان سنوات على الاقل كل من ارتكب عملية تعذيب او شارك فيها او حرض عليها سواء كانت للحصول على اعتراف او تحقيقا لمآرب شخصية او مادية او سياسية او بقصد الثأر او الانتقام بواب السجن عشر سنوات على الاقل لكل من ارتكب التعذيب بحق موظف بسبب ممارسته لمهامه في حين تصل الى الاعدام اذا نجم عن التعذيب موت انسان او تم الاعتداء عليه بالاقتصاب في اثناء التعذيب في حين تكون العقوبة السجن المؤبدة اذا وقع التعذيب على طفل او شخص ذي اعاقة او نتجت عنه عاهة دائمة وفق توثيق الشبكة السورية لحقوق الانسان فانما لا يقل عن اربعة عشر الف مواطن سوري قضوا تحت التعذيب في سجون الاسد في حينما يزال نحو مائة وواحد وثلاثين الف شخص قيد الاعتقال او الاختفاء القسري لا ينتهي التوثيق هنا بل اكدت تقارير الشبكة وجود ما يزيد على اثنين وسبعين اسلوبا ونمطا مختلفا للتعذيب مع الاشارة الى امكانية وجود اساليب اخرى لم يتم التعرف اليها او توثيقها مع التأكيد ان ما لا يقل عن مليون ومائتي الف مواطن مر على الاقل بتجربة اعتقال او تعذيب ليست التوثيقات الحقوقية هي الوحيدة التي استعرضت اجرام الاسد بل الادبية ايضا كرواية القوقع لمصطفى خليفة والسجن لنبيل سليمان وخمس دقائق وحسب لهب الدباغ وسواها العديد من الروايات لكن جل التوثيقات تبقى كما وصفها مصطفى خليفة في شهادته لتلفزيون سوريا حتى توثق كل ما جرى نحتاج الى مئات والاف الروايات والكتب والابحاث والدراسات ومهما بلغت التوثيقات الادبية او القانونية فلابد ان هناك كثيرا لم يوثق بعد ليخرج من احترف الاجرام والتعذيب واضعا قوانين لتحريمها حول هذا الموضوع معنا من باريس المحامي والناشط الحقوقي المعتصم الكيلاني مساء الخير معتصم يعني شر البلية ما يضحك الاسد يقتل القتيل ومن ثم يمشي في جنازته ما تصنفك للقانون بداية؟ طبعا يعني بعتقد من وجهة نظري هي حركة استعراضية بحثة من الحكومة السورية ومن نظام السوري بعد ارتكابه عشرات الاف جرائم التعذيب اللي ارتكبت بسجونه بسجون المؤسسات الامنية التابعة لأولو ولا الميليشيات اللي ارتكبت هاي الانتهاكات بظن يعني هي حركة من حركات النظام اللي بيهدف فيها من التملص من المسئولية عبر ممكن استهداف عدد من الضباط اللي انتهت صلاحياتهم ويقولوا انه هذول الضباط كانت اعمال فردية واخطاء فردية وهلا نحن حاسب هذول الاشخاص هل يسمح القانون اصلا هل كان القانون يسمح اصلا بممارسة التعذيب حتى جاء هذا القانون الذي يمنع التعذيب هل كان التعذيب مباحا قانونيا في سوريا قبل هذا القانون طبعا بسوريا يعني من شان نكون واقعين دائما بحكي أنا هي الجملة لحنا بسوريا ما عنا قانون لانه لو عنا قانون في عنا استثناءات للقانون ولو عنا استثناءات للقانون في عنا اشخاص بيضربوا القانون في الحائط بدستور عام 2012 بالمادة 53 كان واضح لا يجوز تعذيب اي احد ولا يسائة معاملة اي شخص بالمادة 391 انه اي شخص بيتعرض للحبس بين ثلاثة شهر لثلاثة سنين اذا حصل على معلومات للاعتراف على ارتكاب جريمة باستخدام القوة وهذا الشيء من 2012 لليوم لحنا عشرات الاف الضحايا اللي سقطوا تحت التعذيب مثل ما ذكرتوا حضرتكم تقارير الشبكة السورية لحقوق الانسان اللي وسقت عشرات الاف الاشخاص اللي تعرضوا للتعذيب وقتلوا تحت التعذيب وعشرات الاف الاشخاص تعرضوا للتعذيب وطلعوا احياء كان لهم فرصة انه يكونوا احياء طبعا ما من ننسى ابدا انه المرسوم 14 العام 1969 اجاز للاجهزة الامنية عدم الملاحقة اعضاء هاي الاجهزة الامنية وخاصة المخابرات العامة اذا ارتكبت اي جرائم اثناء تنفيذ مهامه واشترطت لحتى يكون في ملاحقة انه مدير الادارة هو يوافق على هذا الشيء كيف مدير ادارة عم يوافق هو عم يطلب من المحققين والضباط انه يحصلوا على المعلومات انه هو يوافق على محاسبة هدول الاشخاص ولحقوا بالمرسوم 1969 للعام 2008 اللي اضاف بالاضافة للمخابرات العامة اضاف جهاز الامن السياسي التابع لوزارة الداخلية واضاف عناصر الشرطة يعني اليوم نحن قدام متناقضات كتير عديدة من هذا المرسوم وبظن هي حركة استعراضية من النظام وفي نطة تانية ما بدنا ننسى ابدا انه هولندا قدمت شكوى لمحكمة العدل الدولية بايلول العام 2020 بما يخص انتهاك النظام السوري او الحكومة السورية لاتفاقية منهطة التعذيب هاي النطة لازم ما ننساها على الاطلاق لانه محكمة العدل الدولية هي محكمة بتفصل النزاعات بين الدول وهولندا كانت تقدم شكوى ضد الحكومة السورية ان الحكومة السورية ما عم توفي بالتزاماتها اللي وقعت عليها باتفاقية منهطة التعذيب وطبعا كندا انضمت لهي الجهود بابريل للعام 2021 وبالتالي هي فترة 18 شهر فترة استفاء هاي الفترة الزمنية اللي لازم على الحكومة السورية ترد على الحكومة الهولندية وعلى ما يبدو هي ردت على الحكومة الهولندية وعلى المجتمع الدولي كله انه نحن نطلع قانون نطلع مرسوم لحتى عند هذه النقطة كنت أود أن أسألك فعلا اذا كل هذا القانون هو الغرض منه كما تحدث في بداية مداخلتك الاستعراض ورسالة الى الخارج بكل تأكيد بكل تأكيد ويكون فيه أشخاص متهمين هنا اللي انتهت صلاحيتهم وأنه نحن ماشيين بالمحاسبة ولا ننسى أنه اليوم هذا الشهر هو شهر المحاسبة اللي أطلقته الخارجية الأمريكية للتسكير بالجرائم يرتكب النظام السوري وهو يتماشى مع هذه التغيرات وأنه نحن كمان نحاسب المرتكب هذه الجرائم وهي أفعال شخصية أو أفعال الأشخاص ونحن نحاسبهم يعني هنه ماشي بهذا الممشى الحكومة السورية وعلى رأسها بشار الأسر على ذكرك لشهر المحاسبة الذي أعلنت عنه السفارة الأمريكية في دمشق في تغريدة على تويتر بأنه شهر مارس أذار سيكون شهر المحاسبة نحن اليوم في اليوم الأخير لشهر المحاسبة كما اسمته الولايات المتحدة ولا محاسبة فعليا رغم بأنه بحسب الاعترافات الواردة من خلال المحاكمات الأخيرة من خلال محاكمة أنور رسلان تبين حتى روايات الشهود رواية حفار القبور وغيرهم كلها تصب في ناحية أن التعذيب هو أسلوب ممنهج عند النظام السوري في تعامل مع المعتقلين شكراً كتير لك على هنطل أنه هيك جداً مهمة اليوم النظام أد ما حاول يطلع مرسيم وأد ما حاول يحاسب ناس اليوم أمنيستي على سبيل المثال بسنة بسنة 82 أصدرت أول تقرير عن سجن تيدمور وعن ممارسات التعذيب ومن هداك اليوم لليوم صار في عنا مئات التقارير إن كانت منظمات مجتمع مدني وإن كان هيئات دولية وإن كان أيضا الآليات الأممية على سبيل المثال السي او اي أصدرت تقريرها التلتي بالعام 2021 الأخير اللي كان عم يحكي عن آليات التعذيب بسجون السورية وأكد على منهجية هيئة التعذيب وأكد أن هذا التعذيب ممنهج ليس أخطاء فردية وإن اليوم كمان صوابق قضائية صارت عنا إن كانت بمحكمة كوبلينز السابقة القضائية بمحاكمة أنور رسلان وإياد غريب اللي أكد فيها قاضي الذي نطق بالحكم أن الجرائم اللي كانت ترتكب في أجهزة الأمن السورية هي ممنهجة وعبر الزمن الطويل كانت تتمارس هذه الأساليب الممنهجة وكانت تتدرب وتتعلم لحتى الضباط يقدروا أو المحققين يحصلوا على هذه المعلومات اليوم قد ما النظام يقدر يطلع مرسيم وقوانين فيه جريمة واضحة جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم ولا على الإطلاق ممكن أن يكون فيه لن يكون بمقدور الأسد الإفلات من العقاب بمجرد إصدار هذا القانون أن يتملس من العقاب ويقول هؤلاء مخترقين للقانون الذي أصدرته من قام بالتعذيب على الإطلاق اليوم في الأضايا التي رفعت بدول الاتحاد الأوروبي مشكورين جدا الضحايا والمنشقين والمؤسسات السورية والدولية التي أشرفت على هذه العملية وساعدت الضحايا اليوم كان يتقدم سلاسل القيادات التي كانت تصل دائما لرأس الهرم رئيس الجمهورية دائما هو مسؤول في كل الدعاوي التي قدمت إن كانت في جرائم التعذيب التي قدمت في فرنسا في ألمانيا في السويد في النرويج إن كان باستخدام الأسلحة الكيموية في فرنسا وفي ألمانيا دائما رئيس الهرم بشار الأسد هو أول المتهمين بإعطاء الأمر بتنفيذ تلك الجرائم أكيد ما رح يطلع من إطار الملاحقة القضائية وإن كانت بعيدة اليوم نعم ولو إنه سؤال معروف شو إجابته ولكن ما أمكانية تطبيق فعلا هذا القانون من سيلقي بالا لهذا القانون من الرؤساء الأفرع الأمنية أولئك الذين اعتادوا التعذيب وقتل الناس ويعتاشون على ذلك أول شيء أعطى النيابة العامة القانون في ظل الفساد الموجود بسوريا وفي ظل أن الجهاز القضائي هو جزء من منظومة الانتهاكات منظومة ارتكاب الانتهاكات التي استمرت طيلة الخمسين عام ولكن رغم هالشي أعطى النيابة العامة مسؤولية حماية الشهود حماية الشهود من مين يعني اليوم كيف بدك أنت تحمي شهود وتحمي مشتكين وتحمي ضحايا وانت بالأصل عم تعيش منظومة فساد كتير كبيرة قائمة على التشبيح وهي منظومة الفساد يعني ما بتدر تحمي حالة فصعب كتير أنت اليوم أنه نيابة العامة طبعا أعطيت لوزير العدل وطلبت من وزير العدل ليحط قائمة ب آلية تنفيذ هذا القانون طبعا وكل ياتنا منعرف وزير العدل وجهاز قضائي تابعه في ناتا كتير مهمة أستاذي كريم غابة عن القانون وأنا بعتقد أنه هذا الغياب هو مقصود القانون لم يفرق بين العنف الشديد والعنف الخفيف بين قوسين كان عم يقول العنف الشديد طيب أنا كيف أقدر فسر هل هذا العنف الذي مولي سكر هذا الشخص هو عنف شديد ولا عنف خفيف طبعا بالإضافة أنه ما مرأ على موضوع توجيه الإهانات ما مرأ على موضوع الشتائم وكأنه هاي الثغرة القانونية اللي دائما لحنا مشهورين فيها بسوريا لنترك الناس تفلت من العقاب بسوريا وتفلت من المحاسب شكرا جزيلا لك على المشاركة المحامي والناشطة الحقوقي المعتصم الكيلاني كنت معنا من باريس أشكرك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك